اشتركوا في القناة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج بعد هذا الاجتماع فهل سنشاهد هذا على الأرض كنت تنتقد قبل الفاصل أداء التحالف في دعم الجيش الوطني وبأنه ساهم إلى حد كبير في تثبيت تقدم الجيش الوطني وحسم المعركة هل وصل الآن الأمر بالسعودية لأنها وصلها الخطر والآن تريد أن تنهي هذا الخطر تماما أنا في تقدري أنه ليس هناك أي تغيير هو المعارك تمشي بنفس الرتم من نفس المستوى وتوظى في الغرض الضغط السياسي وليس بغرض الحسم وجزء منها أيضا لغرض استنزاف المعنويات المقاتلين لاعتقاد التحالف بأن هؤلاء المقاتلين ينتمون للأخوان المسلمين أو الإصلاح وبالتالي هناك فرصة لاستنزاف قدراتهم ويبقاء المعركة ما بين الحسم وما بين اللاحسم بحيث يتم استنزاف أكبر قدر من هذه العناصر هناك معلومات أن عشرات تعرضوا لكمين من قبل الحوثيين في جبهة نهم واستشدوا في تلك العملية وفي ذلك الكمين هناك حالة عبث غير مقبولة في حقيقة الأمر وأعتقد اليوم التحالف العربي يعني مخير بين أن يغرق في مستنقع اليمن أو أن يحقق إنجاز سياسي مهم في هذا البلد يحسب للتحالف العربي ويحسب للإرادة العربية ويمكن أن يوقف التدخلات الإيرانية ويحجمها إلى حد كبير إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فالنفوذ الإيراني لن يحجم والخطر الآتي من إيران لن يحجم والقالماء والحوثيين يمسكون بالدولة اليمنية في صنعها وبمؤسساتها وبمواردها فسيبقى الخطر قائما إلى ما لا نهاية إلى أن يتم الحسم في حقيقة الأمر لكن أولوية الحسم غير مطروحة حتى هذه اللحظة الجيش لا يحارب من تلقاء نفسه القيادة العسكرية اليمنية لا تدير المعركة باستقلالية تامة ويفترض أن التحالف العربي جاء لإسناد اليمنيين جاء لإسناد الدولة اليمنية لكن اليوم القرار العسكري واللوجستي والمالي كله بيد التحالف العربي ليس بيد الجيش الوطني شيء تأتي الأوامر من الرياض تحركوا أو لا تتحركوا أو من مقر التحالف في مارد تحركوا أو لا تتحركوا يأتي الإمتاد ثم ينقطع فجأة إذا حدث وأن تقدم الجيش في ذروة الحماس يأتي الطيران ويضرب هذا الجيش لأنه تقدم وخرج عن التعليمات في حقيقة الأمر ليس هناك جدية اليوم التكتيك الذي رأيناه يتغير وأن هناك مديح للوفاء يقولوا أنه يعني واحد كاتب سعودي يقول أنه شكراً لأبو ظبي شكراً للقنوبيين الأحرار وطبعاً ينتقد الشمالين اللي مش أحرار هذه نغم اليوم إذا كان هناك تغيير في التكتيك فهو هذا التكتيك وأعتقد أنه هذا يأتي في سياق البحث أنا مخرج اليوم من الأزمة اليمنيا من خلال أنها والله أنتم يا الشماليين لم تحاربوا بالمستوى المطلوب لم تحققوا تقدم بالمستوى المطلوب إذا نحن سندخل في صفقة مع الحوثيين ومع صالح هذا الأمر تستطيعنا أن تنجزوها الآن البعض يقول بأن سعودية تعرضت الخذلان سيد ياسي تعرضت الخذلان أنفقت الكثير لحكومات عربية لحكومات عربية لمواجهة تدخلات الإيرانية لكنها في المقابل عند الحاجة تراهم ينفرون منها رأينا مصر مثلا كيف أنها امتنعت عن التصويت ضد إيران ورأينا بأنها يعني كيف رجحت بأنها ليست مع أي تدخل عسكري ضد حزب الله فهل يعقل بأن تترك السعودية وحدها في مواجهة إيران في المنطقة يعني في إيران التي تتتغول في المنطقة من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ من الذي يتحمل ذنب أو وزر دعم نظام مصري جاء أصلا محمولا على أجنة غربية وهذا النظام اليوم توكل له مهمة مثلما توكل مهمة للسعودية على السعودية أن تفهم وعلى الإمارات أن تفهم أن مصر لديها مهمة أيضا موكلة إليها من الغرب ويجب أن تقوم بها والمشكلة أن لا المهمة السعودية ولا المهمة الإماراتية ولا المهمة المصرية تقوم على أسس أخلاقية كل هذه المهام اليوم موجهة لصالح أو ضد الإرادة ضد إرادة هذه الأمة في أن تتوحد في أن تتحرر في أن تنطلق في أن تبدع في أن تبتكر في أن تتحرر في أن تعيش كما تعيش الأمم الحرة هذه هي المشكلة اليوم أن هذه الإمكانية العسكرية الهائلة وهذه الأموال الطائلة توظف اليوم لقمع مشروع التغيير في اليمن يعني الرئيس المنتخب في مصر يقبع في السجون واليوم قاضي المحكمة يأمر بأن يتلقى العلاج على نفقته الخاصة بينما الرئيس الذي خلعه الشعب المصري عاش كامبراطور في سجنه في محبسه وفي المستشفى حتى اليوم وعلى نفقت الدولة ثم غادر إلى مقراته العديدة لكن الرئيس المصري المنتخب يعامل بهذه طريقة المهينة أيضا عندما أنت تشعر بالخدنان من النظام المصري على سبيل المثال لماذا تكرر هذا الخطأ في اليمن لماذا لا تنهي حالة المراوحة في العملية العسكرية لديك كتلة وطنية واسعة يعني أيدت تدخل التحالف العربي عسكريا في اليمن وهي تؤمن يعني كانت تؤمن إيمان مطلق بأن هذا التحالف أو هذا التدخل يقوم على أساس أن هناك قاعدة مشتركة من المصالح بين اليمن وبين هذه الدول الأمور واضحة وضوح الشمس تمكين الحوثيين يعني تمكين إيران يعني الصراع لا ينتهي مع المملكة العربية السعودية وبين المملكة العربية السعودية وإيران وكلفة هذا الصراع ستكون ثقيلة على المملكة العربية السعودية عندما تصبح اليمن جزء من الإمكانية الإيرانية في هذه المواجهة الأمر واضح لماذا حتى هذه اللحظة لا تحسم لماذا تخذل الكترة الوطنية العريضة في اليمن التي أيدتك لماذا حولت سهامك إلى هذه الكترة الوطنية لماذا تمزقها لماذا تهينها لماذا تحاصرها تحاصرها داخل الأراضي السعودية ودخل الأراضي الإماراتية قادتها يعيشون عيشة ذليلة اليمنيون اليوم يحاربون في أرزاقهم في هذه الدول لا يتم التصرف على أساس شراكاً متكادئاً الأنباء الأخيرة قالت بأن وزارة العمل السعودية استثنت اليمنيين كنت تقصد الموجودين في السعودية من القرار متعلق بوطن بلا مخالف حدث كهذا سيد ياسين لا يمكن أن يمر بدون أن يضع الناس تعليقاتهم على مثل هذا الحدث لا سيما الناس الذين ربطوا هذا الاجتماع ومحاربة إيران بما يجري في اليمن والحوثيون هم أهم لاعب في هذه النقطة هذه شبكة منصة تقول أبو الغيط نقلاً عن أبو الغيط التدخلات الإيرانية سبب أصيل في حالة انعدام السقرار السائدة في اليمن وذلك من خلال ما تقوم به من تسليح الحوثيين وتحريضهم لسهداف منطقة الخليج هل من تعقيب على ما طرحه أبو الغيط أمين عام جامعة العربية؟ هذا كل الناس يعرفوا هذا الكلام أنه في تدخل إيراني في اليمن لكن كيفية محاربة تقصد ذلك وهذا التدخل الإيراني أولاً من الذي سمح بتدخل الإيراني؟ الأجندة السياسية اللاوطنية لعلي عبدالله صالح في المقام الأول لأنه عندما أراد أن ينهي شراكته الوطنية مع قوى سياسية وأراد أن يخلط الأوراق ويلعب بالأوراق سمح لهذا النفوذ الإيراني أن يتطور ويصل إلى هذا المدى في اليمن وهذا أمر واضح من نهاية التسعينيات كان هناك قراراً سياسياً مكن إيران من التوغل وبناء قاعدتها السياسي والاجتماعي لكن للأسف المعسكر المضاد لم يكن واعياً ولم يدرك أن إيران تتحرك وفق خطط المعسكر المضاد استهدف من الدول المجاورة بشكل واضح وصريح استهدف بشكل واضح وصريح سقوط صنعاكاً واحد من مظاهر استهداف هذه القوى طيب دعنا ننظر إلى التعليق الآخر يقول يتحدث عن تعز وعن وربطه أيضاً باجتماع وزراء الخارجية التي دعت إليه سعود يقول تعز محافظة مفصلية في تحديد مسار الحرب ضد ميليشي الحوثيين وصالح ومن خلفها إيران ما زالت خارج الاستراتيجية العسكرية للتحالف العربي يريدون فتح ساحات مواجهة جديدة في مناطق هيمنة إيران بينما يرفضون إنجاز معركة متاحة ومفصلية في خاصرتهم وينتظرون التفوق على طهران تريد أن تحارب طهران حرر تعز وحرر غيرها من المدن من ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران إذن لماذا تشتت نفسك وما زالت لديك معركة موجودة هذا ما يريد أن يقول لأن معركتهم الأساسية ضد تعز وليس مع تعز هم يحاربون ضد تعز هم يريدون استنزاف تعز هذه هي الحقيقة عندما تشن ثلاث غارات ثلاث ضربات قوية على شبكة إرسال إذاعي في تعز هذا يعني أنهم لا يريدون لهذا المشروع الوطني لهذا أنا أتفق مع قاله عبد العزيز المجيدي هؤلاء لا يريدون للدولة اليمنية أن تستعيد نفوذها هؤلاء لا يريدون المشروع الوطني اليمني أن يعود من جديد ويتقدم ويتجاوز اليمنيون مرحلة التفكك والتشتت والديكتاتوري هذا عباس الضالع علق على تويتر وقال أخيرا انتصر العرب على إيران اتفق وزراء الخارجية العرب على توجيه شكوى لمجلس الأم ضد إيران وعبروا عن غضبهم وضيقهم من تصرفات إيران هذا ما خرج به الاجتماع أدانا طبعا حزب الله وأدانا للحوثيين وعدا برفعها إلى مجلس الأم ضد إيران يعني شكوى ضد إيران هو في حقيقة الأمر القرارات التي كانت تريدها السعودية لم تستطع أن تحصل عليها من خلال إجماع عربي لهذا هذا أنا أعتقد أنه هروب باتجاه مجلس الأم يعني كان هناك قرارات يمكن أن تتخذ ضد إيران لكن ليس هناك نية أصل لمواجهة إيران عسكريا أنا أعتقد أن المعركة هذه ربما يتم توظيفها سياسيا لكن ليس لهدف مواجهة إيران عسكريا وإنما توجيه أنظار الأمة بما يسمح بتمرير مخطط وهذا المخطط في حقيقة الأمر ليس لصالح الأمة رأينا ملامحه الآن بشكل واضح وصريح هناك تقليم بكل مبادرة عربية حقيقية باتجاه المستقبل استهداف قطر واحد من ملامح هذه المخطط المراوحة العسكرية في اليمن والترتيبات السيئة التي نرى ملامحها في اليمن هي واحدة من تجليات هذا المشروع السيئ الذي أنا أعتقد أنه هناك مشروع يتبلور باتجاه تحالف جديد واليوم حتى في النخبة الإعلامية والسياسية الخليجية بدأت تتحدث عنه وأعتقد أنه هو قد تشكل تحالف جديد لمواجهة إيران في قلبه إسرائيل ليس لمواجهة إيران وإنما شيطنت إيران بما يسمح لهذا التحالف بأن يظهر حتى عندما يقال أنه لم نحصل على التأييد العربي الكافي في مواجهة إيران إذن من حقنا أن نستخدم بدائلنا الخاصة هذه البدائل هي هذا التحالف الذي يريدونه أن يقوم وهذا التحالف أعتقد أنه يستمد اليوم حضوره ومبرراته من هذا التحريض وهذا الشاحن باتجاه إيران مع اليقين بأن إيران فعلا واحدة من مشاكلنا الأساسية في المنطقة وتشكل مصدر تهديد حقيقي لكن مواجهة هذا التهديد من خلال البناء الداخلي من خلال التصحيح الداخلي هناك كثير من من يعتقدون هذا التدخل الإيراني لكن هذا التعليق لعدنان الجبرني معلقا على بيان وزارة الخارجية أعتقد السعودية الذي تحدث عن الاعتداءات الغاشمة لإيران قال هذا التصريح علامة وعي كامل بمدى خطورة الأذرع الإيرانية إيجابي بالنسبة للمستقبل معركة في اليمن هذا ما نتمنى هذا ما نتمنى تقصد بأنه يترجم على الأرض يعني يجب أن يترجم على الأرض إذا لم يترجم على الأرض إذن ليس هناك عدو إيراني ولا العدو نحن نحن اليمنيون نحن العدو الحقيقي نعم يعني يتم القضاء على التدخلات الإيرانية وإحجام نفوذها بالمنطقة عن طريق القضاء على أدواتها كالقوتيين وحزب الله إذن أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي كنت ضيفا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام أشكركم على طيبة المتابعة اشتركوا في القناة